تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية بتوزيع مساعدات إنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق وتحت رعاية اسم شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس يمناء المؤسسة الخيرية الملكية قامت المؤسسة بتوزيع شهنة من المساعدات الإغاثية للشعب اليمني الشقيق في محافظة تعز وبهذه المناسبة رفع اسم شيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية على اللفتة الإنسانية الكريمة لمساعدة الشعب اليمني الشقيق ومد يد العون وتقديم المساعدة انطلاقا من الروابط الإنسانية الجامعة بين مختلف شعوب العالم مؤكدا سمو حرص جلالة الملك على تخفيف المعاناة الحياتية للشعب اليمني في ظل ظروف صعبة يمرون بها ووقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في هذه الظروف الإنسانية وأشهد سمو بالدعم الكريم لعمل المؤسسة من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء ومؤذرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأضاف سموه أنه بناء على هذه التوجهات الملكية تم توزيع مساعدات إنسانية وإغاثية للشعب اليمني الشقيق في محافظة تعز حيث تم توزيعها عن طريق جنود البواسل المشاركين ضمن التحالف العربية المشترك بغية المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية للأشقاء اليمنيين في شهر رمضان المبارك ضمن التنسيق القائم بين المؤسسة الخيرية الملكية وقوة دفاع البحرين من جانبي قال سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمير العام للمؤسسة الخيرية الملكية أن تتشين هذه الحملة الإغاثية للأشقاء اليمنيين تأتي استكمالا للدور الذي تقوم به مملكة البحرين في مساندة الجمهورية اليمنية الشقيقة ضمن التحالف العربية المشترك ومعصلة للمواقف الإنسانية النبيلة لجلالة الملك المفدح في ده الله الرعا في مد يد العون والمساعدة للأشقاء والأصدقاء المنكوبين في الدول المتضررة والمنكوبة ولدعم الأشقاء في اليمن جراء ما يعانونه من تداعيات الأحداث وللإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق هذا وتقدم سعادة السيد حسن مسعود بن مجلي القائم بأعمال السفرة اليمنية لدى مملكة البحرين بخارس الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى ملك الإنسانية والخير والعطاء على هذه المواقف الإنسانية والأخوية الكبيرة وعلى اهتمامه ومتابعته للوضع في اليمن مثمنا الجهود الخيرة والنبيلة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومؤذرة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول رئيس الوزراء يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من جهود كبير في تقديم هذه المساعدات من خلال المؤسسة الخيرية الملكية